موعد جديد تتنبأ به أروقة البرلمان لعقد جلسة التصويق على الموازنة الثلاثية مصادر نيابية كشفت عن وجود توافق سياسي كبير لإقرار مشروع القانون فيما أشير إلى وجود خلافات على بعض الفقرات من بينها الضرائب نهاية أسبوع حافلة سيما بعد أن أعلنت اللجنة المالية النيابية بحث عدد من الملفات المهمة في قانون الموازنة وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام وآلية منحه وإجازة خمس سنوات أو الإحالة للتقاعد كما صوتت اللجنة على البند المتعلق باستفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز وتقيد إرادات لخزينة الدولة بما لا يؤثر على السعر البيع للمواطنين تأكيد الحكومة والبرلمان على الإسراء بإقرار الموازنة والبدء بتنفيذها قد لا يتحقق عند المتمسكين بخلافاتهم في البرلمان حول بعض الفقرات والمواد وهو ما يقول محللون إنه السبب الذي تأخر إقرار الموازنة من أجله فيما مضى لكن موعد نهاية الأسبوع الأكثر ترجيحا على لسان كتل سياسية بعد أن صرح نواب بوجود توافق سياسي كبير هذه المرة لطي صفحة الموازنة وإرسال مسودة مشروع قانونها إلى البرلمان أشارع العراقي السياسي منه والشعبي والذي يترقب تفعيل الموازنة على الأرض بعد تأخرها طويلا يرى طيف منه أنها ستكون بيضة القبان في حكومة السوداني من حيث تحقيق الوعود التي أطلقتها في البرنامج الحكومي بما يخدم حلول ملفات مهمة كالمحافظات المنتجة للنفط وتنميتها والفقر والبطالة والاستثمار وهو ما تتطلع إليه أنظار العراقيين وما ستنتج عنه جلسة البرلمان المرتقبة